وللعودة إلى مستجدات الحملة الإعلامية التي دشنها نشطاء يمنيون في الداخل والخارج لتعريف العالم عن إرهاب الحوثي وجرائمه وانتهاكاته بحق اليمنيين نعود إلى الزميل الصحفي خليل العمري خليل ما هي لماذا جاءت هذه الحملة وفي هذا التوقيت وما هي أبرز أهدافها نعم مساء الخير عليك أستاذ محمد الضربياني وعلى جميع المشاهدين العزاء كما تعلم أنت من أبرز المدوينين في موقع التغريضات القصيرة ويتر أن هذه الحملة ليست هي الحملة الأولى التي تطالب بتصنيف جماعة الحوتين جماعة إرهابية فقد سبق خلال نوفمبر الماضي حملة شعبية وصمت جماعة الحوتين بأنها نازية الحرق والأيديولوجيا وإيضا حملة ومضاحرات في مدينة تعز وغيرها في الأشهر الماضية وخلال السبس سنوات الماضية طبعا الحملة الكبيرة والمستعرية والتي هي في اللغة الإنجليزية هي حملة وصمت جماعة الحوتين بأنها جماعة إرهابية وهي تعبر عن ما يدور في خلد اليمنيين من هذه القناعة التي وصلنا إليها خلال ست سنوات من الجرائم التي تتركبها ميليشيا الحوتين طبعا حسب البلاغ الصحفي عن الحملة الشعبية وهي حملة غير حكومية حملة شعبية لليمنين كما ذكرت في الداخل والخارج قالت الحملة أن ميليشيات الحوتين تفوقت على أهم تنظيمي إرهابيين في العالم وهو تنظيم القاعدة وتنظيم باعش في العراق خلال ست سنوات قتلت جماعة الحوتي أكثر من ثلاثمائة ألف يمني منهم أربعين ألف مدني حسب التعريف الدولي المتعرف عليه أن الإرهاب هو ارتكاب الأعمال العنيفة بغرض إيجولوجي واستهداف سئة دينية واستهداف أيضا المدنيين واستهداف سياسيين ونشر الرؤب هذا التعريف الدولي المتعرف عليه انطدق كليا على جماعة الحوتين إذ أن الجماعة استهدفت الأقليات الدينية مثل الأقليات اليهودية واستهدفت أيضا مثل وطوائف من شطائفة البهرة واستهدفت السياسيين من كل الأحزاب والمكونات السياسية وعلى رسم حزب الإصلاح وحزب المؤسمر الشعبي العام والأعب وبقية الأحزاب السياسية ونشرت الرؤب وغصفت المدنيين في كل المحافظات اليمنية في استداء من فعدة وعمران وصمحان وعدن وضالع وتعز وكل المحافظات اليمنية ما يحدث اليوم في الحملة هو عبارة عن سيل من التغريدات عن سيل من الصور العالم الذي يشاهد يتابع هذه الصور سوف يتغير نظرته لهذه الجماعة التي حاولت بعض المطابق وحاول بعض المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي برابط مسألة التصنيف الأمريكي لجماعة الحوثيين الإرهابية على أنه سوف يحدث مقاعة متناسين أن جماعة الحوثيين هي من انقلبت على الدولة وهي من أحزت هذا الدمار الكبير داخل البلد وهي من قتلت اليمنين وهي من أوصلتنا إلى حافة الهاوية لا يعقل أن يتم زرع 2 مليون لغم في داخل المدن وداخل القرى لا يعقل اليوم أن يصمت العالم على ما يحدث داخل البلد من عمليات نهب منظمة للإغاثة داخل المحافظات اليمنية لا يمكن للعالم اليوم أن يشاهد استهداف المصالح الدولية في البحر الأحمر استهداف السفنة التجارية تحديد إغراق المحيط وتحديده بأكبر كارثة إنسانية وهي كارثة صافر وكارثة عوامة صافر اليوم على المجتمع في ظرف ساعة وصل هذا الهاشتاغ إلى الترند قبل أن نبدأ النشر ما يقارب من ستين ألف تغريدة في أقل من ساعة هذا الكم الهائل من التغريدات الذي يحتوي على الوسائط على الفيديوهات على الصور على الأرقام برأيك كيف سيكون انعكاسات هذا الكم الهائل من الحقائق التي تؤكد إجرام الحوثي كيف سيكون انعكاساتها على صناع القرار خاص أولئك في المنظمات والدول التي وقفت ضد هذا التصنيف للميليشيا التصنيف الأمريكي للميليشيا جماعة إرهابية نعم أنا أعتقد أن اليمنيين جميعهم اليوم يعلمون حقيقة ما هي ميليشيا الحوثيين لا أعتقد أن يمنيا واحدا من خارج السلالة أو أن يمنيا عاقلا ينظر إلى الأمور يعني بمقاييس حديثة بمقاييس الدولة وبمقاييس الأمن وبمقاييس الاستقرار والعدالة والمساواة أن يصف أو أن يمدح جماعة الحوثي بكلمة واحدة مثلما ذكرت هذا السيل الكبير من الصور والتقنيات والمعلومات تحت وسم واحد وخاصة في موقع تويتر وعلى فيسبوك هو بسالة يمانية جامعة بأن جماعة الحوثي هي بالفعل جماعة إرهابية وبأن اليمنيين جميعا تلكثر من ثلاثين مليون يمني تحت رحمة هذه الميليشيات المدعومة من إيران أنا أعتقد أنه ينبغي على الحكومة اليمنية اليوم وهي حملة شعبية اليوم ينبغي على الحكومة اليمنية في المقام الأول أن تنصت إليها ما تزال اليوم هناك منظمات تعمل بالداخل بتصريحات حكومية على الحكومة اليمنية أن تتقدم أو أن تعترض أو أن تقول أن هذه المنظمات هي منظمات تتعاون مع مليشيات الحوثين هي منظمات تعمل مع مليشيات الحوثين وأهدافهم الإرهابية على الحكومة اليمنية في المقام الأول أن تنصت إلى صوت اليمنين وأن توقفها التعامل مع هذه المنظمات وأن توقف تصريحاتها لأنها هي منظمات بالفعل تخدم ميليشيا الحوثيين وهي من وقفت ضد هذا القرام لأن هذا القرام سيهدد مصارحها في المقام الأول ماذا بعد كل هذا الاحتشاد اليمني الجماهيري الشعبي الإلكتروني ماذا على سفارات اليمن في الخارج في دول أوروبا في أمريكا في كل الدول ماذا عليها أن تفعل هل نكتفي بهذا النشاط الشعبي المناهض لهذه الجماعة أنه يلابد أن تكون هناك من نشاطات رسمية تعزز هذا النشاط وتقف إلى جانبه نعم وأنت تتحدث إليه قبل قليل اليوم بدأ أول لقاء ما بين الحكومة اليمنية وما بين ممثلة جماعة الحوثيين الإرهابية في الأردن وكان يجب على الحكومة اليمنية أن تنصت إلى اليمنيين الغاذبين بأن مرحلة ما بعد القرار هو مرحلة تختلف عما قبل القرار اليوم العناصر الميليشاوية التي هي في قضة القيش الوطني هي عناصر إرهابية وغير المعقول أن يتم تبادل إرهابيين بمدنيين وبصحفيين وبأناس تختلفوا من منازلهم هذه تعتبر خطأ فاضح للحكومة اليمنية ترتكبه في مرحلة ما بعد تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية أنا أعتقد أن المجتمع الدولي عليه أن ينصت إلى مصالحه أولا اليمنيون نحن كيمنيين في المنافي وفي الداخل وفي الشسات وفي القارج وتحت طوات الميليشية نحن نعاني والجميع يعاني المجاعة والأمراض والأوبئة منذ سنوات ولكن إذا لم ينصت المجتمع الدولي لهذه التغريدات وهذه التغريدات التي هي موضحة بالأرقام والتي تقول أن ميليشيا الحوثيين مثل ما هي خطر على اليمن وكما كنا نردد منذ بداية الإنقلاب أن ميليشيا الحوثيين ليست خطر على اليمنين فقط وليست خطر على أبناء صعدة فقط وليست خطر على أبناء أمراض وهي تتقدم في كل مكان هي خطر على المنطقة بأكملها اليوم المنطقة باتت منطقة لها شبه الجزيرة العربية باتت منطقة كلها مهددة من ميليشيا الحوثيين عبر طائراتها المسيرة عبر صواريخها التي استقدمتها من إيران على المجتمع الدولي اليوم وعخاصة من المجتمع الأوروبي الذي ما يزال ليس لديه موقفا واضحا من تصنيف الإدارة الأمريكية للميليشيا الحوثيين لجماعة الرهابية عليه أن يعلم وهذا ما تريد الحملة إيصاله إليه أن ميليشيا الحوثيين لم تتوقف في اليمن فقط ولن تتوقف في شبه الجزيرة فقط هي لديها مشروع عيدلوجي مشروع شبيه بالمشروع النازي الذي لم يتوقف عند ألمانيا فقط ولم يتوقف عند أوروبا فقط وإنما يستطيع القارة بأثمانها هذا المشروع يهدد ويضرب المصالح الأوروبية وإذا أراد الأوروبيون أن يحموا مصالحهم فعليهم أن يكتفهم على القرار الأمريكي الذي صنف الميليشيا الحوثيين للجماعة الرهابية واليمنيون اليوم ينادون بصوت مرتفع أن عليهم أن ينصدوا لكل هذه الأرقام في مواقع التواصل والاجتماعي الزميل الصحفي خليل مثنى العمري محرر موقع رأي يمن كنت معنا شكرا جزيلا لك